أميرة مدينة الدخان منذ الصباح ورؤى تراوح بين شرق البحيرة وغربها في جيئة وذهب يشغل تفكيرها أمر واحد عليها أن تتكلم مع الهوائيين الهوائيون هم قاطنوا قمر قريب في المجموعة الشمسية وقد أخبرها الجميع أن نحل مشكلتها عندهم قد أخبروها أن نفقا سيوصلها إلى قمرهم قمر الفقاعة لكن أين هو هذا النفق؟ انتبهت رؤى إلى أعشاب بنفسجية قرب قدمها لها رؤوس كالسهام أزاحتها فزلت قدمها وانزلقت داخل ثقب دودي خرجت من الثقب ووقعت على سطح ترابي خدش ركبتها عيون كثيرة كانت تراقبها من خلف أشجار مدهامة كثيفة كثيفة تقدم واقترب منها كائن وقال ديدي أخا بوزا كريمو خرج صوت من الترجمان على ذراعها يترجم لها قول الكائن من أنت وماذا تريدين؟ فقالت رؤى أنا رؤى أميرة مدينة الدخان هواءنا يملأه ثنائي أكسيد الكربون الناس يسعلون ليلا ونهارا وصافرات الإنذار تدوي دون توقف سمعت أن لمشكلتي حلا عندكم أجابها الكائن أنا فقوع زعيم الكوكب كنت أنوي أن أعبر من الثقب الدودي إلى كوكبكم فحل مشكلتي أنا أيضا لديكم سأمنحك بذورا سحرية تنقل الهواء وتنمو عند ملامسة الماء ثم أدار رأسه ثلاث دورات وأكمل ستنبت أشجار وتمتص غاز ثنائي أكسيد الكربون من الهواء وتختزنه داخلها عليك أن تضخي غاز ثنائي أكسيد الكربون عبر هذا الثقب إلى كوكبنا نحن نتنفسه وقد قارب على النفاد عندنا فرحت رؤى كثيرا لكن فقوعا تابع قائلا لكن ليس عندي بذور كثيرة وما تبقى قد لا يكفي لتنقية الهواء عليك أن تقلل الأشياء التي تنفذ غاز ثنائي أكسيد الكربون في مدينتك حملت رؤى البذور وأسرعت إلى الثقب فوراءه ينتظرها عمل كثير وصلت فنادت على الجميع التجمع في الساحة الكبيرة الآن أقبل الجميع صغارا وكبارا يلتفتون يمنة ويسره ويتساءلون ما الأمر؟ قالت رؤى لدي خطة لتنقية الهواء يكفينا سهالا اعترض الجميع وقال العم نعمان هذا مستحيل نحن على هذا الحال منذ أحوام هز الجميع رؤوسهم مؤيدين فقالت رؤى معا سنتعاون وأعيدكم أن كل شيء سيكون على ما يرام أعطت رؤى البذور للأطفال فأسرعوا إلى مجمعات الماء حول البيوت وفي الساحات وعلى أسطح العمارات وألقوا فيها البذور تذمر الكبار ورددوا أشجار حول البيوت وفي الساحات وفوق العمارات لم نعتد هذا ولسنا مرتاحين لهذا التغيير ردت رؤى سيكون التغيير لصالحنا أعطت رؤى الأوامر للرجال الآليين فاقتلعوا المصانع ووضعوها على عربات ضخمة ونقلوها إلى أماكن بعيدة بعيدة عن المدينة ردد أصحاب المصانع والعمال صار الوصول إلى مصانعنا يتطلب وقتا طويل لم نعتد هذا ولسنا مرتاحين لهذا التغيير ردت رؤى سيكون التغيير لصالحنا أخذت رؤى كل السيارات التي تعمل بالبنزين وجلبت سيارات كهربائية بدلا منها قال أصحاب السيارات السيارات الكهربائية بطيئة لم نعتد هذا ولسنا مرتاحين لهذا التغيير ردت رؤى سيكون التغيير لصالحنا جعل إبعاد المصانع والسيارات مؤشر ثنائي أكسيد الكربون في المدينة ينخفض قليلا لكن ظل تركيز ثنائي أكسيد الكربون عاليا في الجو ولا تزال صافرات الإنذار تدوي وتدوي في كل الأنحاء وأكثر الناس لا يزالون يسعلون كان لابد للشجر من أن ينمو كي يمتص ثنائي أكسيد الكربون المتبقي من الجو لكن لماذا لم ينمو حتى الآن؟ ترقب أهل المدينة كلهم التنقية الكاملة للهواء هل البذور تالفة؟ هل خدعن الهوائيون؟ تساءلت رؤى بحزن وفجأة انخفض صوت صافرات الإنذار في كل شوارع المدينة ولم تكن رؤى معتادة على هذا التغيير قالت رؤى بخوف لا أسمع دوي الصافرات لست مرتاحة لهذا التغيير عندها عالت أصوات أهل المدينة يقولون إن انخفاض صوت الصفير أمر حسن لقد انخفضت نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون إلى رقم مثالي إلى واحد بالألف فقط وعادت نسبة الأكسجين إلى واحد وعشرين بالمئة وقد نمت الأشجار وابتلعت غاز ثنائي أكسيد الكربون وأطلقت الأكسجين مرحى اختفت دخان وصار الهواء نقيا وظهر الشفق في السماء توقفت الصافرات توقفا تاما واعتادت رؤى على هذا الحال أما الهوائيون فقد أوفت رؤى بوعدها لهم وتوقفت الصافرات أيضا على قمر الفقاعة فنسبة ثنائي أكسيد الكربون لديهم تمام التمام